السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي في قناتي وقناتكم ايضا واليوم توقعات برج السرطان سنبدأ بالقراءة وبعد ذلك بسحب ثلاث كرطات من رسائل الملائكة واتمنى لكم يا رب حت صعيد حت صعيد حت صعيد بسم الله نعم 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 الحمد لله عندنا هنا عزيزي برج السرطان ارى ارى ان حدث يعني نهاية نهاية بداية جميلة ارى علاقة جميلة انتهت تكسرت نعم تدمرت ارى تدمير وتحطيم البرج تدمير وتحطيم شيء جميل جدا نعم علاقة جميلة جدا قوية ربما علاقة زوجية والبعض الاخر كنتم مقطوبين او على وشك الزواج هذا ما اراه نعم بانها كانت علاقة قوية علاقة حب وكذلك يعني علاقة قوية اما زواج او البعض انه ليس اما البعض منكم كنتم متزوجين ارى انفصال لعلاقة قوية جدا وجميلة نعم واخر لا تخليوني اتركوني اركز قليلا نعم هذا هذا الكارت عشرة ديالسيوب تقول هي ترك التفكير في الحبيب يعني هي الابتعاد الابتعاد عن التفكير والمشاعر يعني الهروب من المشاعر هذا الانسان عزيزي برج السرطان ليس انت انسان اخر يحاول الهروب الهروب من مشاعره من حبه لان هناك حب هناك حب قوي عزيزي برج الاسد يحاول الهروب من هذا الحب نعم وهذا انت او انت يعني انت برج السرطان من يسأل ارى انك فقدت الامل نعم فقدان الامل فقدت الامل في العلاقة العلاقة نعم هذا انت او نعم انا ارى امرأة برج السرطان يعني انت او انت لكن انا ارى امرأة أرى أنك الحكيمة يعني الكهنة تعرفين شيئا ما هو هذا الشيء اكتشاف ماذا اكتشفت خيانة وهذا سبب الانفصال وهذا يعني تحطيم هذه العلاقة الجميلة كانت علاقة جميلة يعني حرام عليكم حرام عليكم ما تدروا ليش هذا الشيء حرام عليكم حرام 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 علاقة جميلة وهناك حب هذا الرجل يحب هذه المرأة أنا أرى حب لكنه يعني حصل شيء خيانة أنا أرى خيانة اكتشفت خيانة هذا الرجل أنا ما أرى يعني غالب طبعا أنا أتكلم مع الرجل ومع المرأة السرطان لكن أنا أرى هنا الطاقة الطاقة طاقة ذكرية أرى رجل يعمل يدرس كثيرا ربما في الجامعة وربما إن أنهى دراسته دراسته الجامعية ومازال يدرس يدرس ويعمل يعمل كثيرا منهمك في العمل وربما في شركة اتصالات أو في بانك أو في مجال الفلاحة هذا ما أراه يبحث عن هذا الرجل معلق يحبك يشتاق إليك يشتاق إلى حبيبي أنا لا أتكلم عنك أنت برج السرطان بل أتكلم عن الحبيب عن هذا الشخص الذي كان أو في حياتك نعم يعني هذا ما أرى هذا الإنسان يبحث عن سلامه الداخلي وكيف يفعل ذلك في العمل يعمل 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 لكن هو يبحث عن سلامه يعني السلام الداخلي بطريقة خاطئة هو يتعذب يحبك يشتاق إليك هذا ما يقوله المعلق معلق نعم اشتاق إليك هو في عذب في ألم نعم نعم وهذا الرجل أرى أنه يبحث عن سلامه ليس فقط في العمل بل في النسوان نعم هو يعني يتعذب هو يريدك بجانبه لكنه ارتكب خطأ فضيع ويعرف أنك لن تسامحه أبدا وأرى أن يعني هذا الشيطان هذا الرجل هذا الرجل أرى أنه يبحث عنك عنك يبحث عنك في أماكن يعرف أنك أنك موجودة في تلك يعني في تلك الأماكن لكن لا يذهب لوحده عزيزتي أنا آسفة يذهب مع امرأة أخرى لماذا؟ لكي يرى ردت فعلك هذا الرجل نسوانجي لكنه لا يحب يحب إما زوجته أو خطيبته يعني حبه هو أنت عزيزي برج أسرة أنت نعم هذا يفعل هذه الأشياء الخبيثة وينتظر ينتظر ردة فعله نعم هو شخص مريض بالحب ولا يعرف كيف يتخلص من ألمه نعم نسوانجي لكن يفعل هذا للتخلص من هذا الألم لا يعرف كيف يتخلص من هذا الألم الشديد وأنت بلسم أنت عزيزتي هذه أنت أنت بلسم جرح هذا الرجل والدواء والشفاء لكن أنت لن تسامحيه هو يفعل هذه الأشياء يأخذ امرأة يعني وأنا أراه يقفز من امرأة لأخرى يععمل كالمجنون ويبحث عن سلامه في نساء في نساء في النساء في النساء فيذهب للأماكن التي يعرف أنك تتواجدين فيها نعم مع امرأة أخرى ليرى ردد فعلك وما لكن أرى أنه يعني في الحقيقة هو يبحث عن أي فرصة ليتوصل للتواصل معك أو الكلام معك لكن بطريقة مخطئة نعم هذه أنت لووات باتون أنت على صواب تتصرفين بشكل جيد أنت في مكانك لا تقترب من هذا الإنسان لأنه هذا هذا كرد جميل هذا كرد الوعي هذا كرد النمو الروحاني نعم أنت ذكية أنت جميلة جميلة جدا ذكية يعني لديك كل كل ما ما تحتاجه المرأة جميلة ذكية مثقفة وتعرف أن تكون في مكانها وهذه هي ردة فعلك نعم هذا نمو روحاني رمون في كل المستويات نعم طبعا هناك حب ربما ما زلت تحبين هذا الرجل لكنك لن تستسلمه أنت تعرفين أنه رجل طوكسيك سم لحياتك عزيزتي وأنا آسفة I'm sorry أنا آسفة 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 لكن لابد يعني أن أقول هذا يعني أقول ما أرى عزيزتي نعم وخا سمحوني سمحيني عزيزتي أنت لست فقط نتكلم عنك يعني شوف يعني كرت جميل أنت كل شيء في يعني أنت أنت لست فقط حب هذا يعني تعني الحب يعني هذا الرجل يعني يموت حبا ويتعذب لكنه يتصرف بطريقة يعني لا يمكن لا يمكننا أن نتقبلها يعني الشخص كويرو نعم إذن أنت قرينا أن العالم مليء بالرجال الطيبين وكذلك النساء الطيبين يعني إذا كانت هذه ما أقوله ينطبق حتى على الرجال يعني كانت المرأة هي التي تفعل هذه الأشياء وممكن نعم يمكن أن تحصل يعني هناك نساء يعني غير طيبات لكن العالم مليء مثل الشمس يعني أشعة هو تصل للجميع العالم مليء بالرجال الطيبين والنساء الطيبات أنت أنت ملكة عالمك وتبحثين عن السعادة في عالمك الداخلي نعم ولديك أهداف أخرى ستحقيقيها بعيدا عن هذا الإنسان نعم أنت تتصرفين بحكمة لأنك تعرفين أن هذا الإنسان رغم أن القدر قد جمعكما في يوم من الأيام وكنتما سعيدين لكن هذا الإنسان ليس هو رجل حياتك أو ليست يعني شركة حياتك التي يريدها قلبك التي يريدها روحك أو التي يعني أنا أتكلم عن الرجل والنساء وخا رغم أني رأيت أن هنا طاقة ذكرية ورجل لكن ربما قد تكون كذلك امرأة نعم والطاقات التي أراها عزيزي بوج السرطان هي أبراج طاقة مائية خاصة العقرب أو سرطان مثلك نعم قد يكون سرطان مثلك نعم كذلك أرى طاقة ترابية خاصة الجدي وكذلك طاقة نالية خاصة الحمل كانت هذه القراءة هي نعم رقع أنا أسفة يعني أنا أسفة إذا كنتم يعني في في هذه الحالة لكن الحياة جميلة انظروا يعني أنت إنسان لديك أنت أنت أغلى من الذهب عزيزتي أو أنت عزيزي بوج السرطان أنت مهما كانت يعني الأمبراطور هذه الأمبراطور وف سمحوني أنا أتأثر ووف هذه أمبراطور نعم لكنها القوة هي القوة وقد تكون أنت عزيزي رجل وتمثلك تمثل قوتك وحكمتك نعم إذن لنواصل لنرى رسالة الملائكة لبرش السرطان أنا دائما أرى يعني في الأخير هي هي إيجابية هي هي قراءة إيجابية قراءة إيجابية إذا كنت تفكرين عزيزتي أو عزيزي أنها قراءة إيجابية فحياتك ستملأ بالإيجابية والأشياء الجميلة يجب أن تكون متفائلة دائما رغم كل شيء مهما إذن لنبدأ نختار جوج لاتا نعم استغفر الله الصبر صبرا جميلا الصبر عزيزي برج السرطان مفتاح الفرج نعم كمباسيون كمباسيون يعني الرحمة الشفقة عزيزي برج برج السرطان هذه يعني لها معاني كثيرة الرحمة الرحمة الإلهية لك وأنت يجب أن ترحم وتشفق حتى لمن أساء إليك نعم ارحمه سامحه أشفق عليه لأن هذا الإنسان يمر بأوقات صعبة 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 نعم إيه لبيغاسيون لبيغاسيون يعني التحرر يعني هذا يعني أنها كانت قراءة جميلة وإيجابية لأنك تحررت من قيود الحزن عزيزي برج السرطان تحررت من قيود الألم تحررت من السم والآن ستعيش في سلام ووئام كانت هذه قراءة برج السرطان أتمنى أن تكون قد أعجبكم وأرجوكم استفيدوا مما مما تقوله القراءة أتمنى لكم الخير يا رب أتمنى لكم السلام أتمنى لكم أفضل ما في هذا الكون أحبكم كثيرا أشكركم كثيرا على على تلك التعليقات الجميلة أنتم ناس طيبين طيبون حفوا طيبون نعم طيبون هذا كل ما يمكنني أن أقوله أشكركم إلى لقاء السلام عليكم لاحقا